السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل سائلا المولى بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح فإنه ولي ذلك والقادر عليه آمين ونحن مع احترام القرآن الكريم في لقائنا الخامس في هذه السلسلة من برنامج درر المسائل وأبدأ هذا اللقاء بحديث أبي سعيد رافع بن المعلّى الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أعلمك من المتكلم إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال لأبي سعيد رافع بن المعلّى ألا أعلمك أعظم صورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيديه أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي أبي سعيد فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله قلت لأعلمنك أعظم صورة في القرآن فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته أي نعم فهذا الحديث فيه دروس مستفادة كثيرة أول درس لفظ العموم يجري على جميع مقتضاء ويدل على ذلك سبب ورود الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل وأبو سعيد رافع بن المعلى متلبس بالصلاة فناداه فلم يجبه لأنه في الصلاة فلما انتهى من صلاته وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له عليه الصلاة والسلام فقال له عليه الصلاة والسلام ألم يقل ألم يقل الله عز وجل استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا فكان ينبغي أن يلبي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فيها الحياة الحقيقية المطمئنة الهادئة الهانئة الحياة الحقيقية التي فيها السكينة والطمأن والهنى في استجابتنا لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإجابة المصلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفسد الصلاة وفي الحديث فضل فاتحة الكتاب وهي أعظم صورة في القرآن كله ويجوز تفضيل بعض القرآن على بعض والتفضيل يؤيده قول ربنا عز وجل من صورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها كذلك تفسير قول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم أن السبع المثاني والقرآن العظيم هي فاتحة الكتاب وقد دل على ذلك حديث أبي سعيد رافع بن العلى في البخاري والحديث يدل على أن الفاتحة سبع آيات وفيه حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس الخير وبيانه لهم وحضهم على العمل به نعم ما الحديث عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أعظم صورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله قلت لأعلمنك أعظم صورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته وأنت تعلم أيها المشاهد الكريم أن قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة ركن من الأركان وأنت تعلم أن الركعة لا تتم إلا بأركانها فلو أسقط المرء الركن كالفاتحة فركعته لا تصح أي نعم إلا إذا أتى والإمام راكع فالركعة تصح وتحسب وتعد لحديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه حيث قال له رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد واعلم أيها الحبيب أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب واعلم أيها المشاهد الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له أي نعم وقال من قرأ بغير فتحة الكتاب فصلاته خداج أو كما قال عليه الصلاة والسلام ومعنى خداج أي غير تمام نعم وأنت تعلم أنه قد ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب جل وعلا حميدني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الرب جل وعلا أثنى علي عبدي فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الرب جل وعلا مجدني عبدي فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الرب جل وعلا منك العبادة ومن العون فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قال عبدي سأل وله ما سأل فالصراط الذي أنعم الله على من أنعم على النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق وأنت حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم تطلب من الله جل وعلا الهدايتين هداية الدلالة والإرشاد التي يقوم بها الرسل والأنبياء والصحابة والعلماء والدعاء وهداية المعونة والعمل والتوفيق ولا يمتلكها أحد إلا الله أي نعم هداية العمل والمعونة والتوفيق لا يملكها رسول ولا يملكها نبي فضلا على صحابي أو عالم أو داعية فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أما قوله جل وعلا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم فهذه هداية الدلالة والإرشاد نعم وإلا فإن خير من نطق بالضاد هو إمام النبيين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين الذي أوتي جوامع الكلم ونصره الله بالرعب مسيرة شهر وأحلت له الغنائم وجعلت له الأرض مسجدا وصاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة الذي أوتي جوامع الكلم حيث أرسل للناس عامة كافة وقد أرسل كل نبي إلى قومه خاصة أيها الأحبة نعم إهدنا الصلاة المستقيم عبدي سأل ولهما سأل غير المغضوب عليهم اليهود هو الضالين النصارى ورحم الله سفيان حيث قال إن من فسد من علمائنا فيه شبه باليهود علموا ولم يعملوا ومن فسد من عبادنا فيه شبه بالنصارى عملوا ولم يعلموا ولذا فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال إن العلم والعمل قرينان فكن عالما بالله عابلا به فإن أقواما علموا ولم يعملوا فكان علمهم وبالا عليه هل نحن نريد كومبيوتر فيه خمسين ألف مجلد رجل يحفظ القرآن ويحفظ الكتب الستة أو التسعة ولا نرى شيئا على جوارحه من ذلك إن بركة العلم أن تلمس ذلك في هديه وسمته ودله وكلامه وسلوكه وعقيدته التي تظهر على الجوارح فهي مكنونة في قلبه ومن خلال سلوكياته يكون عنده الولاء يكون عنده البراء الحب البغض يكون مؤتمرا بأمر مولاه منتهيا بنهي رسوله صلى الله عليه وسلم فكم من أناس يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويعتمرون ولكن تجد بناتهم يخرجن بالثياب المفصل لأعضاء أجسادهن بحجة أن البنت في المرحلة الإعدادية أو الثانوية أو بحجة واهية ساقطة أخرى أن البنت لم تخطب بعد فتجد البنت قد ارتدت ثوبا يسطر الجسد كاملا ولكنه مفصل لكل جزء من أجزاء الجسد فتمشي وجسدها يضطرب ويتحرك والعياذ بالله فهذا أب لم يرحم على نفسه ولم يرحم على ابنته التي سمح لها أن تخرج بهذا المظهر القبيح لأن زوجته غشددت عليه أي نعم وأثرت عليه فهي التي تمسك الرمود وتحرك البيت تحرك الزوج وتحرك الأولاد يا أمت الله أما أنا لك أن تتقل هل علمت أن الموت ينتظرني وينتظرك ولا بد لي ولك أن نعد أنفسنا له بالعلم النافع والعمل الصالح الذان لا ينفكان عن بعضيهما لأن بهما يسعد الفرد وتسعد الأسرة بل وتسعد البشرية جمعاء وإن بعض الناس يتأثرون بالمجتمع الذي يعيشون فيه والمسلم المستسلم لله بالتوحيد المنقاد له بالطاعة الذي خلص من الشرك وتبرأ من أهله ليس بإمعه إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء كلا كلا بل هو إذا أحسن الناس يحسن وإذا أساء الناس اجتنب إساءتهم لأنه متيقن أنه ضيف على وجه الكوكبة الأرضية وسيرحل عنها شاء أب أبا في وقت لا يعلمه إلا الله حيث قال تعالى في كتابه الكريم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير نعم لما علم هذا أقام نفسه وأقام زوجته وأقام بيته على ما يرضي الله حتى ولو كان بذلك محل انتقاد عند بعض غير الفاهمين في بداية الأمر فإن المسلم لا يلتفت أن يذم أو أن يمدح ولكن همه فقط أن يسترضي مولاه الذي خلقه وسواه والذي أمره ونهى فوجد المسلم سعادته في الاعتمار بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء بنهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالحب والذل التامين لله تبارك وتعالى فبذلك يسعد فإذا أراد أن يزوج زواجه على السنة أراد أن يطلق طلاقه على السنة مات يموت على السنة يحيى يحيى على السنة حياته من الألف إلى الياء على السنة تقول بلسان الحال والقال انتبه قل إن صلاتي ونسقي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين هذه هي الحياة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ها إيش بعدها أيها أنت أيها أخي أنت إذا دعاكم إيه لما يحييكم فالحياة في العبودية لمن؟ للهوى؟ لا للمزاج؟ لا للعادات والتقاليد؟ لا للمنصب؟ لا للمال؟ لا إذن العبودية لمن؟ العبودية لمن خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك العبودية لا تكون إلا له فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله فهي نفي وإثبات نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية فقط لمن على العرش استوى الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر الذي بيده الأمر كله حيث قال جل وعلا ألا له الخلق والأمر إخوة الإيمان لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب إخوة الإيمان من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج أي غير تمام الفضل يا أخي الاتصال سلسبيل أم سلسبيل أم سلسبيل تتفضل سلام عليكم ارفعي صوتك يا أم سلسبيل سلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أريد أن استفسر عن الرقية فضلي إذا قرأت القرآن في الماء لأولاده ثم مرة يشربون هو مرة يتركون يوم أو بعض يوم ينسون هل هذه الرقية تذهب يقولون بركتها والقرآن لا بأس أن يأتي الإنسان بماء ويقرأ فيه فاتحة الكتاب لأنها أعظم صورة في القرآن الكريم وليكن ثلاث مرات لا بأس أن يقرأها في ماء ويشرب الماء أو يغتسل به ولا بأس أن يقرأها على زيت الزتون ويشرب منه ويدهن به فإن النبي صلى الله عليه وسلم هل يزول القرآن لما يقرأ هذا الماء أو زيت أسبوع أو عشر أيام هل يزول القرآن لا حرج فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل الزيت والدهنوا به فإنه من شجرة مباركة كما روى ذلك الإمام الترمذي في سننه بإسناد صححه شيخ الألباني رحمه الله عندي مسألة أخرى يا شيخ عندي مسألة سؤال أخرى أنا أحيانا أفطر للخروج لأتسوق أفطر للخروج لأتسوق وآتي بمواد غذائية للبيت مواد للغسيل ومواد للطبخ ولكن أأتي بكمية كبيرة كي لا أخرج كل يوم لمدة شهر أتخرها في البيت هل هذا جائز؟ بالنسبة للإدخار يقول الله تعالى إن الله يعلم ما تكلمون أمس السبيل أنت نحسبك برأة فاضلة تحبين القرار في البيت فإن الله جل وعلا قال وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَةِ أَوْلِكُنَّا هناك أمرأة خراجة ولاجة لا يقوم يوم الأيام الأسبوع إلا وتخرج وتدخل 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 لا أكره هذا يا شيخ أكره ولكن أتي ببضاعة على كل حال يا أمس السبيل إسمعي مني إن فعلك فعل حسن ونسأل الله أن يسطرنا وإياك وأن يسطر أعراض المسلمين أي نعم فالمرأة القارة في دارها امرأة فاضلة أما هناك نوع من النساء لا يطقن أن يمكثن في البيت يوم ويقولن لأزواجهن لقد سجنتمونا فما خرجنا منذ أسبوع وتظن أن الأسبوع أمر عظيم أنها ما خرجت من البيت هيئتها المرأة الخراجة واللاجة قر في دارك واتق الله واعلم أن جلال المرأة وجمالها في أن تكون أمة لربها ولا تخرج من دارها إلا لحاجة حاجة كأن تذهب إلى طبيبة لأنها مضطرة أو لا يوجد أحد يحضر لها ما يحتاجه البيت فأين الزوج لماذا لا يحضر ما يحتاجه البيت وأين أولادك فيحضرون الذكور أما أنت فمشغولة بين صلاتك ووردك القرآن وأذكر صباحك وأذكر مسائك ونظافة بيتك وغسيل الملابس والقيام وغنى زوجك وحسن التبعول له وتربية أولادك تربية قرآن تعلمي ذلك لتترجميه ودعك من العفل الذي تلقيته قبل ذلك لاستضامه مع القرآن وصحيح السنة تعلمي دينك يا أمط الله وتوبي والله سيقبلني وإياك على قدر صدق توبتنا وإخلاصنا نعم هاتي على هاتي على أيوة تفضل الشيخي بوقت معي أيوة تفضل يا أخي تلميذك على مينيا إن شاء الله أيوة أخي على تلميذك على مينيا إن شاء الله حياك الله الله يبرك فيك سيدنا حضرتك إن شاء الله تيجي المينيا إن شاء الله نرتب كنت أتكلم في الطريق بصدد هذا الأمر وإن شاء الله نرتب له ونأتي ونسأل الله أن يسر لنا ذلك إذا كان في العمر بقية إن شاء الله فضل طيب إذن يا إخواني كذلك أيضا حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلح له صلى الله عليه وسلم قال فيه قل هو الله أحد قال فيه قل هو الله أحد أنت يا ولدي حافظ قل هو الله أحد بارك الله فيك وبارك الله في من علمك إياها وأنت يا بنيات الصغيرة هل تحفظين قل هو الله أحد هل قل هو الله أحد الله الصمد بارك الله فيك نعم نريدكم حملة لكتاب الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه هنيئا لك يا معلم القرآن هنيئا لك يا من تقوم على تعليم الناس القراءات العشر صورة والكبرى نسأل الله أن يكثر من أمثالكم ولا يكسر عزائمكم نسأل الله أن يكثر من أمثالكم ولا يكسر عزائمكم نعم إيجر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في قوله الله أحد والذي نفسي بيده نفس الرسول بيد من؟ بيد الله والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله أي أينا يقدر على ذلك يا رسول الله يقرأ في الليلة عشرة أجزاء في قيام الليل فقال عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد الله الصمد ثلث القرآن فهذا الحديث فيه إثبات لفضل صورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن وقراءة ثلث القرآن أي لو أن الله وفقت لقراءة كل الله أحد فكأنك قرأت ثلث القرآن وصورة الإخلاص الإخلاص تعدل ثلث القرآن ليه القرآن أحكام وأخبار وتوحيد القرآن أحكام وأخبار وتوحيد فصورة قل هو الله أحد توحيد فبما أنه أحكام وأخبار وتوحيد إذن صورة الإخلاص الصمدية صورة التوحيد العلمي تعدل ثلث القرآن التصال من اليمن يا تفضل السلام عليكم عليكم السلام والله وبركاته كيف حالك يا شيخ؟ الله حيّك بدني أسأل سؤال بس لا سمحت هات ارفع صوتك يا سيدي أسأل سؤال هات في مشاكل بس حصلت بيني وبين زوجتي حلقت على أيني منها ما تخرج من البيت ما ترجعه بعدها حاركت بدن إذني ماذا قلت لها؟ ما قلت لها منعتها أنا خرجت من عندها من البيت قلت لها من نوع تخرجي من البيت هل قلت لها؟ هل قلت لها؟ هل قلت لها؟ رجعت إلى البيت ولا ما أجدها في البيت هل قلت لها إن خرجت تكون طالقة؟ لا 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 هل قلت لها والله لا تخرجين؟ لا منعتها منع بس وحلفت أمين؟ لو تخرج من البيت ما ترجع إلى البيت حلفت بالله؟ لا شيء عليك إلا إطعام عشرة مساكين لا شيء عليك إلا أن تطعم عشرة مساكين لقول الله تعالى فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم إذن خلصت القول إيه عليك أن تطعم عشرة مساكين ولا شيء عليك غير ذلك والحمد لله نعم طيب إذن القرآن على أي شيء يشمل يشمل على أحكام وتوحيد وأخبار أحكام توحيد أخبار طيب قلوا له أحد توحيد لماذا تعدل ثلث القرآن طيب يستحب للعالم إلقاء المسائل على صحابته فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني يقول يقول أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة طرح عليهم مسألة يقول أتضرون من المفلس يقول أتضرون في أي يوم أنتم في أي بلد أنتم في أي شهر أنتم يعني هكذا يعني يطرح على صحابته الأسئلة فيفهم من ذلك أن العالم يطرح على يطرح على طلابه شيئا من الأسئلة أين عمم؟ والمقصود التعليم والتعلم والتنبيه على ما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجواز استخدام اللفظ في غير ما يتبادل للفه لأن المتبادر من إطلاق ثلث القرآن يعني عشرة أجزاء ولكن عرفوا أن المقصود بها صورة قل هو الله أحد ولذلك فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده إنها لتعدل ثلث القرآن وهذا ثابت في البخاري والذي يأخذ منه أن الرجل يعني أن الحديث فيه بارك الله فيك الاعتبار الشرعي غير الاعتبار العرفي فهذا الرجل استقل العمل بهذه الصورة فبيّن له الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن واستحباب سؤال أهل العلم فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون فلما أصبح ذهب إلى إمام الأنبياء وسيد العلماء عليه الصلاة والسلام فسأله فبارك الله فيك إذا لم يستطع الإنسان الوقوف على أمر أشكل عليه فعليه أن يسأل أهل العلم كذلك فيه إثبات لفضل صورة الإخلاص ولذلك ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن كله الأحد أنها تعدل ثلث القرآن وثبت أيضا عند الترمذي وفي البخاري معلقا من حديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه الصورة أي صورة إيه قل هو الله واحد إني أحب هذه الصورة تسألوا أحد تقول له أنت بتحبي مين يقول لك بحبي المغني فلان المغنية فلانة الممثل فلان الممثلة فلانة طيب يا سيدي يحشر المرء مع من أحب لكن تسأل آخر تحبي إيه ولكن بحب صورة البقرة وأنت حبيب تحبي إيه ولكن أحب الأنفال وأنت يا ابن تحبي إيه العمران وأنت تحبي إيه الكهف وده بحب ياسين وده بحب يقول أنا أحب القرآن كله ولكن أحب أن أقرأ صورة يوسف ها أحب أن أقرأ صورة مريم حتى أعيش مع القصص والأخبار التي فيها هذا شيء عظيم تحبي واحد يقول لك أنه يحب الصحابة كلهم بس يحب سيدنا أبو بكر جدا خدتها زي ويقعد يقرأ على سيدنا أبو بكر ويجمع يعني المستل بتاع أبي بكر خدتها لك شغوف أين له حب وجسر من المحبة بينه وبين صديق الأمة الأكبر فاروق الأمة ذي النورين أبو الحسنين إلى غير ذلك حواري النبي صلى الله عليه وسلم طرح والزبير قد تقول لك كيف هؤلاء ناس قلوبهم حية أم واحد يحب موثلة يحب ممثل يحب مغني يحب مغنية حتى تسمع إيه بدأنا أسمع المنشاوي ولا أسمع الحصري ها حتى زي ولا أسمع حسان ولا السديس ولا الشريم يقول لك أسمع إيه مغني فلان مغنية فلان يا عبد الله يا عبد الله استيقظ من نوم أنت فيه فإن القبر قادم وقد قرب وما بقي وقت وعلي وعليك أن نستعد للقاء الله تبارك وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هازم اللذات نعم أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث ما الذي رأوه الترمذ من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه الصورة يا صوت إيه قل هو الله أحد النبي قال له إيه صلى عليه عليه الصلاة والسلام قال إن حبها أدخلك الجنة وهذا الكلام إخوانا لكل من أحب صوت قل هو الله أحد أي نعم إن حبها أدخلك الجنة فهذا الحديث فيه جواز القراءة بصورة واحدة في كل ركعة فقد كان هذا الصحابي يقرأ هذه الصورة في كل ركعة أين يعني يقرأ الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد وجواز الجمع بين الصورتين بين الصورتين في الركعة فقد كان هذا الصحابي يفتتح قراءته بعد الحمد بصورة الإخلاص ثم يقرأ صورة أخرى يعني يقرأ الفتحة ويعلم قل هو الله أحد ولما ينتهي من الصورة الإخلاص يقرأ بقى مثلا صورة تانية معه يقرأ طاها مريم الأنبياء إلى غير ذلك أين وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله أنت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثل ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس هات لإتصال هات يا أختي مرفت السلام عليكم ربنا يبرك لكم يا رب والله يشاهدنا يشاهد الله أننا نحب تنظر الرحمة وقناة الناس والله العزيم وعلى مأنا كلهم إن شاء الله نسأل الله أن يثيبك وأن يجعل الرحمة دائما رحمة لأمة الإسلام يشاهدنا يبرك لك يا رب شيخنا الحمد لله فضل الله أنا مبعرفش أرى ولا بكتب بس أقسم لك بالله أنا كان نفسي أتعلم عشان أحفظ القرآن بس ما شاء الله يعني الحمد لله فضل ربنا علي أنا مش متعلمة بس الحمد لله حفظت القرآن ثلاث أجزاء صورة البقرة وعمة وتبارك يعني الحمد لله فضل ربنا علي بس عزاك تدعيلي ده أنت ممتازة أو يا مرفة بارك الله فيك وثبتك الله على الحق وزادك الله من فضله وكثر الله من مثيلاتك إلى الأمام بارك الله فيك يا رب عزاك تدعيلي بس كده يا شيخنا أن ربنا يثبتني ولبسا النقاب الحمد لله ربنا يثبتني عن النقاب وثبتني على الكرآن إن شاء الله وإسمع النبي بيقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه على صورة البقرة بقول أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه ألا تجعلوا بيوتكم كالمقابر فإن البيت الذي تقرأ فيه صورة البقرة ينفر منه الشيطان فهنيئا لك بحفظك لصورة البقرة وجعلني الله وإياك والمشاهدين والمشاهدات من العاملين بما فيها ربنا يبرك لك ربنا يبرك بك سؤال بس صغير سؤال صغير بس مش هتولى دلوقتي أنا نفسي أروح أصلي أنا الأوقت وروح أصلي في المسجد صلاة العيشة فأنا دلوقتي كان أختي أعادة معي أنا وأمي وأختي فأختي تجوزت فأنا أعادة مع أمي فنفسي أروح للمسجد وكده فالمعلمات بتعتيت لي أنت أفضل أن تصلي وتعودي في البيت لأن أمي لما بتعودي تخاف لوحدها لما تبقى لوحدها بتخاف فأنا نفسي أروح الجامعة فأنا مش عارف حاجة تقول لي روحي وصلي بيها مثلا وكده في سبيل الله مثلا أو مش عارف مش عارف الصراحي يعني أعود معي صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد وقيامك على خدمة أمك التي لزمت قدميها بابك إلى الجنة وإلى الزوج الصالح يا رب دعينا يا شيخنا يا ربنا يبرك لك أسأل الله أن يعجل لك بزوج تقي غني سخي يا رب ربنا يبرك لك يا رب ألف شكر ألف شكر حضرتك فأمارك الله فيكم أجمعين حديث عقبة بن عامر في مسلم قال فيه إيه النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صلى عليه عليه الصلاة والسلام قال لم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هذا الحديث في مصر طيب هذا الحديث فيه فضل صورتي الفلق والناس وأنهن من خير ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام لذلك النبي عليه بعمر صلى عليه عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي سعيد الخدري الذي رأوه الترمذي بإسناد صحيح كان رسول الله رسلي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بل الجان وعين الإنسان يتعوذ من إين؟ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما وهذا الحديث فيه جواز التعوذ من الجان والعين بكل دعاء مشروع لا إثم فيه ولا شرك يعني تتعوذ تقول إيه؟ تقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة تقول إيه؟ بسم الله يبريك ومن كل دائي يشفيك ومن كل ذي عين تقول إيه؟ تضع أصبعك في بريقك هكذا كما ترى مني ثم تضعه على الطراب وتضعه على جبين المريض وتقول بسم الله تربط أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا تقول إيه؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم تقول إيه؟ اللهم أذهب الباس رب الناس اللهم اشفي أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه سمع مرات تقول إيه؟ تقول أعوذ بعزة الله وقدرته نشر ما أجل وحذر سمع مرات ويدك على مكان الألم أي نعم أما بقى كلام العجائز بسم الله والتاني يا محمد بن عبد الله وعين المرى فيها شرشرة وعين البت فيها خشت يلا عينيهم بصوابع رجليهم اللي ما يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام سيبك من كلام ده هذا كلام لم يرد وسيبك من كلام الكهنة والعرفين والصحرة اللي يقولوا فيه عهني رصرة فقمش رادل لمقفا جل سهك لهك دهك رهك أنوخ ينوخ أغطر الفجر لا 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 نحن مع الفاتحة مع المعوذتين مع خواتيم البقرة مع الكلمات النبوية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بها الحسن والحسين وكذا الخليل إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها أسحاق ويعقو نعم أيها الأحبة وهذا الحديث فيه أن المعوذتان تغنيان عما سواهما من الرقى والرقى جمع رقية والرقية تكون من القرآن أو صحيح السنة أين وإثبات أن العين حق وأنه يخاف منها فعلى الإنسان أن يتحصن يتحصن بإيه؟ بتوحيده لله عز وجل بإيمانه يتحصن بصلاته بصومه بزكاته بحجه بعمرته بتسبيحه بتحميده بتكبيره بتهليله بحقلته بدعائه بالمعوذتين بالفاتحة يتحصن بما ورد عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وفيها إثبات نسخ السنة بالقرآن الكريم فلما نزلت المعوذتان ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل بهذا الدعاء فدل على أنه منسوخ وقد روى الإمامان أبو داود والترمذي في السننيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من القرآن إيش قال قال من القرآن صورة ثلاثون آية من القرآن صورة ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك من القرآن صورة ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك أي نعم فهي منجية يا إخواني من عذاب القبر نسأل الله أن يجعل قبورنا وقبور والدينا وذرارينا روضة من رياض الجنة وعلمائنا ومشايخنا وأحبابنا وإخواننا من أهل التوحيد والسنة يا رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وكذا اجعل قبري نعم أيها الأحبة فذلك فيه إثبات لعذاب القبر وفيه بيان لفضل الصورة تبارك أي نعم ولذلك يا إخوان وكذلك أيضا فيه يعني الحديث في القرآن صورة ثلاثون آية غفر الله للرجل الذي قرأها دي بارك الله فيك فيه أن كتاب الله يشفع لمن يقرأه ويعمل به في واحد يقرأ القرآن ويشرب حشيش يقرأ القرآن ويشرب بنجو بيئس الرجل هو بيئس الرجل هو يشربه الحشيش يشربه البنجو يشربه السجاير يشربه السيجار ها أي نعم أما صاحب القرآن يعلمه في النهار ويصف قدميه به في الليل بين يدي مولاه قم الليلة إلا قليلا ربي يقول إبا يا أيها المزمن قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ها وردت للقرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوام قيلة إن لك في النهار سبحا طويلة واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلة فكيف أنت مع الباقيات الصالحات مع سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله وكيف أنت مع كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بله وكيف أنت مع الدعاء وكيف أنت مع القرآن وكيف أنت مع الأذكار وكيف أنت مع تكبيرة الإحرام خلف الإمام الراتب في الصلوات الخمس في جماعة وكيف أنت مع أبويك وجيرانك وزوجتك وأولادك أنت مسلم تدور مع الحق حيث دار نعم أيها الأحبة وعدد آيات صور القرآن توقيفية في الحديث في القرآن صورة ثلاثون آية نص على ذلك من لا ينطق عن الهوى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي حديث أبي مسعود البدري في الصحيحين بدر يعني حضر بدر ويدولا من أهل الجنة كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجل وشهد لهم رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم بأهل الجنة ولذلك الناس عادوا يقول لانتخابات انتخابات مجلس الشعب مجلس الصورة رئاسة الجمهورية انتخابات المحليات يا إخوان إن طريق السعادة الأبدية أن ننهج نهج البدريين في معتقدهم وأقوالهم وأفعالهم وسلوكهم فإذا نهجنا نهج البدريين من المنان علينا بالسؤدد والعزة والتمكين والنصر والألفة فيما بيننا والمحبة ونصر العدل ورفع الظلم وإزالة الكبائر وانشغال الناس بآخرتها إذا سرنا على طريق البدريين لا فقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة فيها ما لا عين وضرعت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من قرأ بالآيتين من قرأ بالآيتين من آخر صورة البقرة في ليلة كفتا العلم ألو إيه ألو كفتاه قيام الليل طب بعضهم أل إيه الكفتاه السوء في تلك الليل كفتاه المكروه فهل أنت حينما تأتي إلى فراشك تفتح يديك كفيك كما ترى مني على الشاشة وتنفث فيهما هكذا تقرأ آية الكرسور الإخلاص الموثل وتمسع تقرأ خواتين بقرة أوصي نفسي وإياك بذلك حتى أسعد بلقائك هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذيري محمد أسأل الله أن يشغلني وإياكم لما خلقنا له ولا يشغلني وإياكم بما ضمنه لنا وأن ينصر إخواننا في غزة وفلسطين وأن يصب نصره وتأييده ومعيته على إخواننا في أرض الشام وأن يعجل لهم بالنصر والتأييد والمعية وأن يهلك الظالمين آمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوليك وخطمة الجمعة القادمة للعبد الفقير إلى الله في شرم الشيخ إن شاء الله نلتقي بإخواننا على خير وفي خير هناك نسأل الله نجمعنا الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته